لكن قبل ما احكي على السحر سأقول الشغلات بشكل سريع لبرج السرطان بالأيام الجاية لاني ما رح ارجع لإلقاء وممكن انسوا ما نرجع نحكي فيها لاني عم شوفيه طاقات كثيرة عندي فاول شي لا تخبر الناس اللي حواليك كل شي بيصير معاك لانه الشي هيدا بيخلق لك مشاكل في من كون اللي عنده زيارة الطبيب اه اسرافات مادية بخصوص الاطفة اه كذلك في من كون اللي بيفكر في الطلاق وانفصال فالورقة بيقلك اه انه خد وقتك وحاول تسافر او شغلة وتركاح وتعمل تأمل لتاخد القرار الصحيح بعد اه بعد الراحة اه اه قال عالي كذلك طاقة اه اشخاص يعني ساكتين وتاركين كل شي وراهن شايف كذلك في شغلات يعني كأنه يعني عم تتكرر معاكم او مع برج الاسد يعني الشخص هيدا اه كأنه متزوج كأنه حط عينه عليكم كأني شايفاكم وانتو تخليتوا عنه يعني بعد خيبة امل كذلك في رزقة وترقية جاية في حدا من الماضي صراحة بده يرجع على الكون ممكن يكون زوج او حبيب او مفصلته هذا بشكل عام والآن رح نحكي على الصحة فيما يخش الصحة يا برج السرطان السرطانيون والسرطانيات مرحبا بكم اول شي يعني صحيا يعني كاني عم شوف الاشكال موجود في انكم ما بتعملوا توازن فعم شوف كانو الورق عم ينصحكم ورق طرو يعني انكم تعملوا توازن بين حياتكم العملية والشخصية وترك الوقت الكافي يعني لتناول الطعام وموارسة الرياضة كذلك يعني اذا كنت يعني بتواجه مشاكل صحية ممكن تشوف معي الورق اذا كنت يعني بتواجه مشاكل صحية فالورق بيشجعك على النظر في جميع الخيارات للعلاج يعني كانو عم بيقلك لفسر اكتر ما تعتمد على علاج واحد يعني اذا بتعتمد على علاج اطبه هيك بيقلك روح التقليدي شوي يعني وهذا لا يعني رفض العلاج الذي تتلقاه يعني بل من خلال يعني اعادة التفكير في المشكلات الصحية والنظر في علاجها من كل الزوايا كذلك تشير الورقة هذه يعني الى تشجيعك الى انه مهما تكون المشكلات الصحية التي تواجهها فانت تحتاج لاتاحة الوقت للشفاء بدلا من الشعور يعني بالاحباط كما يخبرك ان الطب التقليدي قد يكون افضل لك يعني في الوضع هذا وتغيير الروتين وممارسة الرياضة تناول مكملات الفيتامينات لتعزيز النظام الحماية ورفع المناعة فالتاروف المسألة الصحية هو عم يعطيك نصائح لمنكم في الوضع الصحي انه توازن ما بين حياتك العملية والشخصية وتضحر المشاكل يعني المشاكل اللي ممكن تخليك قلق لانه بداية الامراض بتيجى من القلق والتوتر الحياة اللي اصبحت صعبة الى غير ذلك فتاروف يحكي لك عن الشغلات هذه الحين رح نشوفه العمل بصراحة العمل انا شايفه شي كتير حلو لبرج السرطان وانا حبيته بوجه السرطان مجال العمل مبين عندي يعني شغلات حلوة ففي مجال العمل احبك تشوف الورق ففي معني فيما يخص مجال العمل فالامور طيبة ففي من كون اللي جاية ترقية بالعمل رح ترفعك سواء ستصبح مدير رئيس مجلس ادارة المهم رح تترقى في ترقية جاية بالطريق يا برج السرطان ترقية لمقام اكبر لاني شايفها يعني شايفكم في احتفال عندك في فرحة برج السرطان برج السرطان وانت تصحق الشغلة هذي في عندك انتصار على اعدائك لك انك اذا شفت هون الشخص هذا كأنه انتصر وفي تحت رجلي حدا يعني ممكن يكون الشخص هذا برج الساد او جدي هيك بس في عندك انتصار على اعدائك بالعمل ان شاء الله تعالى كذلك اللي بيدور على عمل اه هذا بيقلك تارو هذا هو الوقت المناسب لتسعى فمحتمل ان تجد العمل الذي كنت تطمح اليه والذي تستحقه لاني شايفك يعني رح ترتاح من الناحية هذي كذلك في المتكون الجاية رزقه بالطريق رزقه حلوه فاذا دخلت في مشروع او اه او عملت صفقة رهمت في الامور طيبة لاني شايفة في احتفالات بالموضوع لا اليك يا بوش تسترت عنه يعني في تركية الشغلة هذي انا متأكدة منها في من كوني عنده تركية جيته بالطريق او بترقع هذي الايام يعني هذا فيما يخص العمل الحين الاسرة فيما يخص الاسرة يعني ما في شغلات يعني كثيرة بس اني عم شوف في من كوني شايفة عم بيحاول يسيطرة على الوضع الحالي وعلى الوضع اللي حواليه كأنه شايفة في صراع وفي اشتياق لناس بعيدين يعني عن بعض سواء افراد العائلة او شخص انت بتعزه كذلك كذلك في من كوني عنده تصالح في من كوني عنده تصالح مع افراد العائلة او الاسرة ولكني شايفة شخص هذا يعني كأنه رغم انه رح يكون في تصالح غير راضي يعني زعلان ولكن الشخص هذا ممشي الحال يعني بيقول خلاص نعملت صالح بس هو من جواته مش مكاح ولكن ممشي الحال وصراحة الوضع هذا انك ان الامور تلاحد هي رح تخدمك بالاخير فالوضع رح يكون لصالحك من الناحية هذي يا بوش سرطان رغم اهياني انك يعني حاسس انك غير راضي كذلك شايفة منكم انهم اللي طيوبة كتير صراحة كله حب ولكني شايفة كأنه الطرف الاخر او سواء كانت العيلة او كان شخص بتعزه يعني كأنهم عم يتقاوا عليك عليك وانت ممشي الحال يعني كأنك انت عم تنزل للامور تصير منيحة وبعده الاطراف الاخرى عم تطلع يعني كأنهم بيحسوك ضعيف وانت مو ضعيف انت بس بتحبهم كتير وبدك تنهي هالصراع او هالشغلة اللي زائرة وما بدك مشاكل وعم تمشي الامور كذلك كذلك في من كون المشتاقل الوالدين سواء كان هو مسافر يعني ومشتاقل او كانوا موجودين بالسماء يعني شايفتوا كأنهم يتذكرون وزعلان شوي كأنهم كانوا الظهر تبعوا يعني كأنه الشخص كان ظهرك شي طبيعي فانتوا بالفترة الجاية رح يعني ستصبحون اكتر قوة ورح تاخدوا ضمام الامور ورح تقدروا تواجهوا سواء كان الوالدين كان الوضع يعني مع شخص انت بتحبه او اشخاص لانه طالع لك القوة كذلك فا يعني احتمال تكون تركتي حب وكرست وقتك لشغلك او مشروعك الذي ستجنيت مره قريبا ففي عندك انتسار يا برج السرطان لاني شايفة في منك هون الوضع كان عندهم مكركب يعني من زمان على طول الوضع مكركب حتى انهم ملوا وما بد يعني كأنه الامل باقى مو مستنيين شي بيقولوا نفس الشي رح يتكرر بس يعني انت بتستحق يعني لانه في انتسار جايلك بالطريق يا برج السرطان وعلى طول يعني كأن اكيد فيه شغلات بتصير مع الناس وخيبات امل مثل شي حدا على طول عم يعمل علاقة بس عم بصير نفس الشي شخص هذا مثلا عم بيخونه او ما عم يزبط الموضوع فمتل ما الامور بتصير فترة بتكون سيئة اكيد رح تطلع الشمس يا برج السرطان وان شاء الله تكون شمسك الفترة هذه اللي اني شايفة في عندك انتسار يا برج السرطان بس انتبهلي شوي على عاداتك والشغلات اللي بتعملها وطريقة التفكير فيما يخص الصحة يا برج السرطان اما ما هو عاطفي صراحة في عندي طاقات كتيرة وانا سحبت اوراق كتيرة فرح حاول يكون شاملة الشي اللي رح ينطبق عليكم خدولي اني عم شوف طاقات كتيرة في شغلات ما رح اتطرق الى انه رح ياخد مني الموضوع وقت طاقات فرح نبلش يا برج السرطان شايفك يا برج السرطان زعلان واخد جنب وعندك ورقتين للشغلة هايدي وكأنك قاعد مع حالك لانك تعبت من الوضع كأني شايفك خرجت من علاقة وطلعت يعني كأنك خرجت من علاقة وطلعت ولكن انت طلعت زعلان او ممكن يكون شي شخص يعني تركك او طلع من العلاقة ولكني حاس اكتر انه انت اللي طلعت من العلاقة هايدي فانا شايفك مختفي او قافل كل الطرق تواصل كأنك عاطي دهرك لكل الشغلات كأنك ما شايفه واخد موقف لاني شايفك تحملت كثير من الشخص هذا وشايفك مبتعد ولكن حقيقة بعدك بيتراقب نفس الشغلات بعدك بيتراقب الشخص هذا كأنك عم تخبي مشاعر مشاعرك لاني شايفه انك انت بحضك بتحب الشخص هيدا يعني في من كون واكتر اللي بيحبه الشخص هيدا كتير وبعدك بيتراقبه كأنك بخبي مشاعرك او خايف الشخص هيدا يعرف انك بعدك بتحبه وبتراقبه لانه شخص هيدا كان شي مهم بحياتك لاني شايفه في شي صار بيناتكم يعني شي صدمة اه تعرضت له اه شي شغلة شي مشاكل صارت بيناتكم سواء كانت خيانة او منفصال يعني اه سواء انه متزوجين او متطلقين او اللي كانوا مع بعضهن ولكن الغريب انه شايف الشخص هذا متمسك بك حقيقة هو شايفك الشخص المناسب لي كأنك الانسان اللي بتخليه حاسس بالفرح والتوازن يعني احتمال الشخص هذا ما كانش بيعاملك مثل ما انت تستحق او كان مندفع لاني شايفاه مندفع في التفسير الشخص هذا شايفاه مندفع كثير كأنه الانسان بيعمل شغلات وما بيفكر في العواقب ولكني شايف الشخص هذا حقيقة مستعد الشخص هذا مستعد يعمل شغلات او يدخل المعركة مشان يرجعك ولكني شايفاه بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت الشخص هذا يفكر كثير في الشغلات اللي صارت ووصلتكم لحالة انفصال سواء كنتم مرتبطين او منفصلين او متزوجين او سواء تركك او اداك ظهره او كان يعني مهتم بحياته او راح تزوج او ارتبط مع حدا او ما كان مقدر وجودك ولكني شايف الشخص هذا يعني كأنه مرتاح بناجح فممكن يكون هو اللي انفصل عليك ولكني شايفاه بيفكر فيك يعني صراحة احتمال يكون بيفكر بس في الشغلات اللي صارت او انفصال او في تواصل روحي بيناتكم فاحتمال يكون شي طرف تالت فات على العلاقة لاني شايفاه يعني متمسك يعني بشغلتين ممكن تكون عمل وانت ممكن يكون شخص تاني متل ما انتو شايفين ممكن يكون شخص تاني كذلك متمسك فيه ومش عارف ياخد قرار بيناتكم او متزوج وانت يعني ومش عارف يعني مين يختار فيكم او بيفكر يتزوجك بالاضافة للشخص اللي هو معه طراحة طالع للشخص هيدا عم بيدور على طرق لا يتواصل معاك طرق جريدة يعني فصفت كتير الشغلات هذي الشخص هيدا بيدور على شي طرق عشان يتواصل معاك هو يعني هو ما يعني لا يريد ان يأتيك هكذا ويقول لك أوريد لا هو بده كأنه ما بده يعتدر يعني بده يجي هيك وتحكو مع بعضكم لا لا يقدم اعتدار ولا يفسر ولا يرجع للشغلات اللي صارت بيناتكم فكأنه عم بيدور على طرق جريدة ليتواصل معاك لاني شايفة في منكم اللي بيعمل جذب حقيقة في تواصل روحي عندي عالي وانا حسك يا برج السرطان كأنه منكم اللي حاسس انه في منكم اللي بيقول انه الشي اللي صار معه يعني بسبب سحر في اللي بفكروا هيك بسبب سحر أعمال أو شايف انه اللي صار يعني بسبب شي شي حضام يعمل شغلات من وراكم يعني ممكن يكون في طرف يعني في منكم اللي بيعمل أعمال للشخص هذا هيا حقيقة في في أعمال وفي منكم اللي شايف انه الشي اللي صار معه بسبب شخص عم يعمل له سحر أعمال برد النظر شو عمل لك الشخص هذا سواء كان تركك أو طلقك ولقيته معه حدا تاني أو ألب عليك اختفى ففي منكم اللي بيعمل جذب وفي اللي بيعمل أعمال للحبيب فالشخص هذا حقيقة هو شايفك شايفك شخص حنون ومتكامل وطيب هو بده يتواصل معك لأنه شايف انك الحب يعني واضح انه الشخص هذا عرف قيمتك ولكني أنا شايفك قافل على الشخص هذا قافل عليه وعاطي ظهرك وعمل حالك مش فارقة معك كأنك يعني كأنك اختفت عن الأنظار يعني احتمال تكون تستنى الشخص هذا ياخد قرار بشي موضوع أو يتقدم بخطوة عملية مش بالكلام فقط أو حتى يختار بينك وبين حدا وبينك وبين شي شغلة لأن الشايفة الشخص هذا يعني بيفكر بشو بيفكر بيفكر في زواج طلع علي ورقة الزواج الشخص هذا يعني كأنه بده يرجع لك بده يتزوجك